استلمت حكومة الاحتلال قبل ما يقارب الشهر نصف مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة فايزر وستصل خلال أيام ستة ملايين جرعة من شركة موديرنا إلا أنها تأبى أن تقدم المطاعم للأسرى في سجونها الأمر الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية إذا لم تطلق سلطات الاحتلال النار على الفلسطينيين فإنها تسهل لفيروس كورونا الفتح بالأسرى القابعين في سجونها وقد أعلن المحتلون صراحة أنهم لن يقدموا المطاعم المضادة للمرض للأسرى الفلسطينيين بل وعمدوا منذ بداية الجائحة إلى مصادرة المعقمات ومواد التنظيف التي يستخدمها الأسرى في المعتقلات لم تعتمد مصلحة السجون بروتوكولا محددا يضبط حركة السجنين تواصلهم مع الأسرى يضبط عمليات الاكتحام والاحتكاك المفروض كان من البديه أن يخفضوا نسبة الاحتكاك إلى أدنى مستوى تووج كل هذا بالقرار العنصري أو بالموقف العنصري الذي عبداه وزير الأمن الداخلي أمير أحنى الذي قال أنه لا يوجد لقاح وبشكل يتناقض مع توصية المستشار قضائي للحكومة وما أن أعلن الاحتلال عن موقفه حتى أصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحا يطالب كيان الاحتلال بتوفير اللقاح للأسرى ولكن تعنت المحتل دفع خمسة منظمات حقوقية لتقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا للمطالبة بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم الأسرى قراره بالذات حسب القرار 7 أو مادة 7 من ميثاكرومة يعتبر فصل عنصر ويعتبر جريمة ضد الإنسانية خبرتنا بالاحتلال أنه ممكن يكون القرار ليس لصالح الأسرى لأنها دائماً ممكن تلاكي كثير ضرائع وكثير حجاج على أنها تطلع من هذا الموضوع وأكدوا أنا على الطلاع بالالتماس القدم أن هناك توجهات أولية من قبل مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخل أن هذا شأن يخص إدارة مصلحة السجون ومش أن يخص لمؤسسات حقوقية ولا شيء عام فممكن يكون القرار رولى ضد مصلحة الأسرى ومع تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سجن النقب الصحراوي يرتفع العدد منذ بداية الجائحة إلى 190 إصابة في ظل مماطلة مستمرة في إبلاغ الأسرى بنتائج العينات وفي عزل المصابين منهم من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية